شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة لأنه قد صنع بيا عظائم القوي والقدوس اسمه ورأفته إلى أجيال وقبائل لخائفيه صنع الغلبة بذراعه وبدد المستكبرين بفكر قلوبهم حط العزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين أجبع الجياعة من الخيرات وأطلق الأغنياء فارغين عضد إسرائيل عبده وتذكر رأفته كما تكلم مع آبائنا مع إبراهيم وزرعه إلى الأبد وأقامت مريم عند إيل إجباع نحو ثلاثة أشهر ورجعت إلى بيتها شوخاً لالاها أمي نائيف شوخاً لنشي حاماً بسم الله أبو الإبن والروحي القدس أل الله الواحد آمين مساء الخير أخوتي وأخواتي الأعزاء باسم أبونا استافرو وباسمي نهنيكم بهذا المساء المبارك الذي نحتفل بي تتويج مريم ملكة الكون أبونا استافرو هو كاهن من أبرشيات زاخو ويغدم في الكاتدرائية وأيضاً خوري الكنيسة في فش خابور قاد جايدة يقضي وقته مع عائلته نطلب إليك أبونا بأنه وقت يكون طيب أخوتي وأخواتي الأعزاء هو يستغربون ليش مريم؟ ليش مريم ملكة؟ أول شيء ملكة على الأرض هي لأنه حسب التقليد الداودي أم الملك وليس زوجتا دائماً هي تسمى بالملكة يسوع المسيح مخلصنا كان من نسل داود وأمه هي مريم بما أنه هو ملك الملوك فهي مريم تسمى الملكة وشنو اللي خلاها بأنه تكون ملكة في السماء؟ الجواب هو دائماً تواضع مريم تواضع مريم دائماً هو المفتاح لقوتها تواضع مريم هو المفتاح لها لكيما تسمى ملكة فلا نستغرب مثل ما أحنا نحب أمهاتنا مثل ما أحنا المفروض من عندنا نعامل أمهاتنا بطيبة وبمعزة وأمهاتنا دائماً لما نقول لهم يوم انت تاج على راسي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح يدعونا بأنه ننظر إلى مريم كملكة نباوى على حياة مريم نشوف الملاك يسميها الممتلئة نعمة الإصابات تسميها أم ربي الملوك رح يجون يسجدون عد قدمها الملاك يقول لها بينه أنت راح تحملين مخلص في أحشائك لكن هي ش تسمي نفسها خادمة ها أنا أمة الرب ها أنا خادمة الرب ليكن لي حسب قولك إذا أكو شي لازم نتعلمه من أمنا مريم هو هو التواضع إذا لاحظنا بكلامنا مع الآخرين كم مرة نفكر آني 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 لكن مريم تخرج من الأنمالتها من نفسها وتتعلق تتعلق بربنا حتى في صلاتها اليوم تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى تواضع عامتي بعدين تنتقل من نفسها وتقول لأنه لأنه صنع بي لأنه لأنه تركيز دائما هو على ربنا مريم العذراء هي ملكة لأنه دائما تقودنا إلى يسوع المسيح مريم العذراء هي ملكة لأنه دائما صارت إلنا جسر ناقل إلى يسوع المسيح فاليوم أطيب إكرام ممكن بأنه نقدم لأمنا البتول بأنه نكون مثلها متواضعين سمة التواضع هي من أول الفضاء للإنسان المسيحي بدون تواضع ما راح أقدر أفوت إلى ملكوت السماوات بدون ما أخلي نفسي بي دربنا ما راح أقدر أفوت إلى ملكوت السماوات وحياتها ما كانت سهلة حياتنا إحنا مقارنة بمريم كانت سهلة لما راحت إلى سمعان الشيخ تذكرون تودي الطفل يسوع بدل سمعان الشيخ ما راح يقول لها مبروك على الطفل ولا راح تسوي reveal party اللي راح تسوي مريم أول ما تروح أتش معان الشيخ راح يقول لها وأنتي سيجوز رمح في قلبك يا مريم حياتك ما راح تكون سهلة شون تقدر ربنا يوعدها بيننا وراح تكون أم للمخلص شون تقدر راح تكون أم ليسوع المسيح بنفس الوقت حياتها ما راح تكون سهلة وهي هاي نعمة الروح القدس الإنسان اليوم اللي يشيل يسوع المسيح في حياته حياته ما راح تكون سهلة الإنسان اللي يتكلم بيسم يسوع المسيح ويعيش حياته اليوم بموجب يسوع المسيح حياته ما راح تكون سهلة الإنسان اللي يمشي على طريق القدس تجاه الملكوت حياته ما راح تكون سهلة لكن ربنا دائما موجود لكن ربنا دائما حي لكن ربنا دائما قوي مريم قوتها كانت لأنه ربنا موجود في حياتها اليوم احنا منو موجود في حياتنا اليوم احنا بيمن أقوياء شنو قوتنا شنو مصدر تفاخرنا اليوم في وقت الصعاب راح يبين معدن الإنسان يقال بأنه تعرف الإنسان لما يكونك صعوبة ولما تطيل فلوس ولما تطيل مسؤولية كلث أمور راح يبين معدن الإنسان مريم بالرغم من كل هذا الشيء نشوف التواضع مالتها ما قالت لنفسها أول ما عرفت بأنه إيه الإجباع هي حامل ما قالت أنا أم يسوع مخلص العالم أروح أخدم إيه الإجباع هذا أعتقد كلامنا هالشي كل مراته هواية آني كرامتي آني اسمي آني معستي آني مريم يطلع لها الملاك فكروا وياه مريم يطلع لها الملاك الملاك يقول لها أنت راح تحملين ملك الملوك ورب والأرباب مخلص العالم سمعت بأنه إيه الإجباع هي حامل وهي إمرأة كبيرة في السن تشيل نفسها وتروح وتبقى عدها تخدمها لمدة شقد ثلاثة شهر ثلاثة شهر مع العلم إيه الإجباع تسميها أم ربي مريم التواضع مالتها يجعلها بأنه تكون خادمة لكن إحنا اليوم اللي دين قصنا مرات هواية في حياتنا هو سمة التواضع أويلي إذا واحد باوى عليها بالنظر الغلط أويلي إذا واحد ما قعدني بالمكان اللي أنا أريده بالحفلة أو ما قدرني أويلي إذا واحد عبر عليها تشاي وإذا أنا معزوم في بيته أويلي باللي يباوى عليها نظرة محلوة أويلي باللي يتكلم عليها بسوء دائماً دائماً إحنا صفاتنا كمسيحيين لازم نتعلمها نأخذ هذا شيء من أمنا مريم لا كافي بأنه نخلي صورها في بيتنا لا كافي بأنه نخلي تماثيلها أمام بيوتنا لا كافي بأنه نصلي ورديتها ومزبحتها لا كافي بأنه فقط نكرمها كمليكة لكن إذا نريد اليوم نكرم أمنا البتول إذا نريد اليوم ننطي القدر لإلها خلي نتشبه بيها من ناحية التواضع من ناحية أخرى النعم اللي قالتها مريم نعم مالتها ما كانت مبنية على الخوف النعم مالتها كانت مبنية على الثقة بالرب واليوم شونها النعم مالتنا شونها نعم الزواج مالتنا شونها نعم الكهنوت مالتنا شونها نعم الحياة الرهبانية مالتنا شونها حياة الخدمة والنعم اللي نقولها لخدمة مذبح الرب مالتنا شونها الترنيم اليوم مالتنا شون خدمتنا للكنيسة شون أمومتنا شون أبوتنا شون هالنعم اللي دنقولها اليوم هاليوم النعم اللي دنقولها لربنا مبنية على ثقة وعدم خوف أو في أقرب وقت نتعرض به للصعوبة نشرد من أنطي ظهرنا إخوتي وأخواتي أمنا مريم هي ملكة لأنه أعطت إلنا مثال شون نحب ابنها مريم ما تملك لكن ربنا هو اللي يملك إحنا ما نعبد مريم لكن نتمثل بحبها لربنا إحنا نباوع عليها ونتعلم شون بحياتها جسدت وشافت النعم اللي عاشتها بكل معنى الكلمة ما هي فقط شعارات وأعياد نسويها كل سنة لكن هي حياة نعيشها اليوم إذا أنا طلعت من الكنيسة طلعنا من الكنيسة رجعنا إلى بيوتنا خلينا نتأمل بحياتنا خلينا نتأمل بتواضعنا شقد من الناس احنا زعلانين وياهم اليوم لأنه طخوا بكرامتنا شوية خلينا نتعلم من مريم التواضع شقد من النعم اللي قلناها اليوم هي نعم مبنية على مصالح أو على خوف أو على أفكار أو على أي شيء كان خلينا نتعلم من أمنا مريم واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم آمين